شكراً لنا مجز لعام وآخر الأنباء مع شازلي تفضل يا شازلي شكراً بسانت أتسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرانيتش مجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أصدر رئيس عبدالفتح سيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية وقدم رئيس أسيسي شكراً لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه من جانبه قدم طارق عامر الشكراً والتقدير للرئيس أسيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه حيث أكد أنه طلب الاعتذار لضخ دماء جديدة والاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس أسيسي أعربت مصر عن خالص التعازي ومواساتها للجزائر وشعبها الشقيق ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائريين أكدت وزارة الخارجية وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم معاربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على إصدار الدستور الجديد معلناً بدء العمل به وفي كلمة له بتلك المناسبة قال الرئيس التونسي إن هذا يوم من الأيام التونسية التاريخية الخالدة وهي كثيرة مشيراً إلى أنه تم تصديقه على الدستور لبدء العمل به بشكل فوري أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تشجع كييف على مواصلة قصف محطة طاقة نووية في زابوريجيا وذلك عبر استمرار إمدادها بالسلاح خلال مؤتمر الصحفي قال نائب مدير إدارة حظر الانتشار النووي والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيجين فيتسكي قال إنه لا يمكن إطلاق النار على المنشآت النووية متهماً الجانب الأوكراني بالتورط في الإرهاب النووي أشار إلى أن كييف تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا مشدداً على أنه من دوع القلق الشديد أن يتلقى الجانب الأوكراني الدعم في هذا الشأن وهو ما يمكن أن ينتهي بكارثة لقيا 16 رجل إطفاء مصرعهم في حريق مستودع للنفط غربية كوبا وذكرت رئاسة الكوبية أن تشيع الضحايا سيجرى غداً فيما أعلنت حداداً وطنياً لمدة يومين وكانت النيران قد اشتعلت في أربعة من ثمانية خزانات تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المزوت في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط لقيا أربعة أشخاص مصرعهم وفقد 27 أخرون في فيضان نهر في شمال غرب الصين أعلنت السلطات المحلية ارتفاع مستوى المياه بشكل مفاجئ في منطقة جبلية بمقاطعة شانجهاي مشيرة إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ السلطات أوضحت أن وسط وجنوب البلاد يشهدان عادة هطول أمطار غزيرة في أواخر الربيع وأوائل الصيف لكن الصين تواجه ظروفاً مناخية قاسية هذا العام انتهى الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر